بسبب التحولات التي شهدتها المجتمعات في العقود الأخيرة والتي تمخضت عنها العديد من التغيرات والتحديات التي تواجه الأسرة وتعيق استقرارها لذلك جاءت ندوة الاستقرار الأسري والتي تحرص على المحافظة على كيان الأسرة العمانية وتماسكها في ظل هذه التحديات ندوة الاستقرار الأسري ضمن البرامج المعتمدة في الخطة السنوية للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية في محافظة الضفار والتي تندرك تحت الاستراتيجية العمل الاجتماعي المعتمدة لوزارة التنمية الاجتماعية ضمن الخطة الخمسية الحالية جاءت ندوة الاستقرار الأسري التي تلامس موضوعين خلال هذه السنة في نسخته الأولى قضية الزواك وارتفاع تكاليف الزواك والمحور الآخر أيضا يتناول مواضيع مشاهير السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير أيضا على النشأ أربع حلقات نقاشية تضمنتها الندوة قدمها مجموعة من المختصين ناقشت الحلقة الأولى الزواج من الخارج ضرورة أو ترف وتناولت الحلقة الثانية والتي جاءت بعنوان خير الصداق أيسره كما تطرقت الحلقة الثالثة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بين المتعة والمحاذير أما الحلقة الرابعة فقد تحدثت عن هوس التقليد لمؤثري برامج التواصل الاجتماعي خير الصداق أيسره هذه كان عنوان الورقة نتكلم فيها عن حول الرؤية الشرعية للتعامل مع المنظومة الوسرية الإسلام والقرآن أعلى من منزلة الزواج كيف نتحامل مع الزواج؟ التخفيف يقوم من خلال التخفيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما حظى المجتمع المسلم وحظى أتباعه على أن يخففوا وعلى أن يسروا لماذا؟ لأنه في النهاية أبناؤنا وبناتنا لا ينبغي أن نثقل عليهم وبالتالي الواقع اللي لا نشهده هذا المغالاة في تكاليف الزواج والمغالاة في المور اللي أصبح تقريبا إلى درجة التباهي ما يتوافق أبدا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقشة ندوة الاستقرار الأسري اليوم بجموع من المواضيع أهمها السلبيات والإيجابيات للزواج من الخارج كذلك تطرقت الندوة إلى غلال مهور وارتفاع تكاليف الأعراس كذلك تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى على ثقافة المتلقي وشهدت الجلسة حضورا من المختصين والأكاديميين والمهتمين بالجانب الاجتماعي والأسري بالإضافة لعدة مسابقات ثقافية تفاعل من خلالها الحضور عبدالله بن عبدالعزيز تبوك محافظة ضفار محافظة ضفار